اشتركوا في القناة وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف رحاد بتتكلم مع اقتها منال في التليفون وبتقول لها ان صابر كان بيت عندهم عشان عندهم ضيفة في البيت وبتحس رحابة الغيرة وده بيبنى عليها وبتقول لمنال انها كانت رايحة عندها بكرة بس طالما صابر موجود مش هتروح لكن منال بتأكد عليها انها هتروح لها وبنرجع لصابر تاني اللي بيكون في العربية مع عماد وبيقول له عماد انه مش فاهم حاجة من كلام المنجم ده ومين الناس اللي المفروض جيب عليهم روحه دول بس صابر بيقول له يدعيله انه ربنا يطلع من اللي هو فيه وبعد كده بيسأل عماد صابر عن عادل اللي كان سأله عنه قبل كده وبيقول له ليه كان مهتم بموضوعه وفجأة بقى مش مهتم وهنا بيسيبه صابر وبيقول له انه عاوز يتمشى الواحده شوية وفي بيت رحاب بتكون وقفة قدام المراية بتتكلم مع نفسها على صابر وانها لسه بتحبه بس فجأة بتحس بحاجة غريبة وبصوت جنب الشباك ولما بتفتح البلكونة بتلاقي ابوها غالب وايف تحت البيت بيقول لها نجيت عشان افوايك من اللي بتفكر فيه وبتستغرب رحاب انه عارف ازاي وهي كانت بتتكلم مع نفسها فبيقول لها غالب انه عارف ده عشان ابوها وعارف هي بتفكر ازاي وانه مش هيسيبها طوعة تاني زي ما وقعت في حب صابر قبل كده المشهد اللي بعد كده مشهد غريب جدا وبنشوف في عيشة قعدة في البيت بتلعب بنتها وفجأة بتبرق وكأنها شافت حاجة في الشقة وبتقوم على قودة عماد بتلاقيه بيعمل تقوز غريبة وبيقول انا تحت امركم في اي حاجة تطلبوها مني وبتقفل عيشة عليه الباب بس بنشوف عماد وكأن في حد بيكلمه وبيرد عليه عماد وبيقول له ان عمل كل اللي طلبوه منه وانه حاول يعطل صابر وقال له نص المعلومة عشان ما يكملش في السكة دي وبعد كده بيطلع عماد من القودة وكأنه واحد تاني وبيتكلم مع عيشة وبيقول لها انه عاوزها في موضوع مهم وفي بيت حسن بنشوف صابر واقف معاه وبتيجي رحاب هي ومنال بس فجأة بيسيبهم ويمشي وبتطلع وراء رحابه بتقوله ليه بيتهرب منها بالرغم من انها لسه بتحبه وبتسأله ايه اللي جاب جميلة وراء لحد الفيون بس صابر بيقفل معها الكلام وبيقول لها ما تجريش وراء تاني وبعد كده بتروح منال الوكالة وبتقول للتاجر شرك حسن انها عاوزة ترجع الوكالة الملكيتها تاني بس الراجل بيرفض وبيقول لها انه مش بيسلفهم فلوس لا ده داخل شراك عشان يكبر تجارته وبتسيبه منال وبتمشي وبيروح صابر يعد مع جميلة وبيقول لها على اللي حصل عند المنجم اللي وداه لي عماد وبتقوله ان الكلام اللي قالهوله المنجم ده هو نفس الكلام اللي قاله الدكتور زهير للشيخ عبد الرحمن وبتطلب جميلة من صابر ان يروح للدكتور زهير بس صابر بيرفض وبيسيبها ويمشي وبيروح صابر يعد على القهوة وبيفتكر كلام جميلة بس بيقطع فكره صوت غريب جاي من وراء فبيقوله اسمه عادل وبيروح صابر لعماد يسأله عن عادل وانه عاوز يوصله به فبيقوله عماد ان عادل مسجون ومحتوط في مستشفى نفسي فالوصول ليه هيكون صعب بس صابر بيقوله ان علاج عادل هيكون لأثار كبير على علاج أمه فبيقوله عماد انه هيساعده وفي الوكالة بنشوف حسن وعبد الرازق بيقنعوا واحد من اللي شغالين معاهم انه ياخد تركيبة قاله حسن انها هتعلجه وانه بيعرف في التعامل مع الجن بس بعد كده بيروح الراجل ده المنال مرات حسن وبيقول لها ان الشيخ حسن بقى مبروك وبقى يعالج وده من ساعة ما اخد الكتب اللي كانت موجودة في المغزن بتاع الوكالة وبتستغرب منال من الكلام ده وبتقوله يحكي لها على الله حصل وفي المشهد اللي بعد كده بيروح صابر وعماد المستشفى العادل وبيقرى صابر عليه قرآن بس بيدخل عادل في نوبة انهيار وبيقوله ان مش هيسمع وبيدخل عليهم الممرض وبيطلعهم وبعد كده بيروح صابر لابو الخير وبيطلب منه انه يساعده في الوصول لعادل عشان يعالجه وبعد كده بيروح ابو الخير مع صابر للمستشفى اللي موجودة فيها امه والدكتور بيقوله انها مريضة مرض نفسي وبيكلمه باسلوب مش كويس وبيقوله ان هيحولها على مستشفى للامراض النفسية وفي اخر مشهد بنشوف حسن متخفي وبيدخل بيت وفجأة بنشوف هبة بتفتح له الباب وبتخلص الحلقة مع مفاجأة جديدة اشتركوا في القناة